موسيقى مرحبا بكم جميعا في ليسكول اسمي ضحا وأنا مدربتكم في دروس الدعم والتدارك التي نقدمها لكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا نشكر شريكنا إكس فلو داتا على دعمه لنا في إنجاز هذه الكابسولة قبل شروعي في الدرس أنصحكم بأخذ الوقت الكافي لفهم الكابسولة ومشاهدتها عدة مرات حسب الضرورة والآن لنبدأ المراجعة اليوم سنراجع درسة توظيف خاصية الضرب في حساب جذائي عددين الذي درستمه في القسم سنبدأ ببعض التمرين البسيطة التي ستساعدكم على فهم الخطوات الليزمة للتعرف على كيفية توظيف خاصية الضرب في حساب جذائي عددين لكن أولاً إليكم الملاحظة التالية يتميز الضرب بالخاصية التوزيعية مثلاً عند حساب الجذائي سبعة في اثنين يمكن تفكيك الرقم سبعة إلى أربعة مع ثلاثة فتصبح العملية أربعة ضرب اثنين مع ثلاثة ضرب اثنين يساوي أربعة عشر هل نحن جاهزون؟ سنبدأ بالتمرين الأولي سنكمل تعمير الجدول التالي سفر ضرب أربعة يساوي سفر ثلاثة ضرب أربعة يساوي اثنى عشر خمسة ضرب أربعة يساوي عشرون واثنين ضرب أربعة يساوي ثمانية أخيراً أربعة ضرب أربعة يساوي ستة عشر أحسنتم الآن سنستعين بهذا الجدول لحساب الجدئات التالية نبدأ بالجدئة الأولي حسب الجدول لحساب هذا الجدئ نلاحظ أنه يمكن استعمال الجدئات أربعة ضرب خمسة وثلاثة ضرب أربعة أي أننا سنقوم بتفتيك ثمانية إلى خمسة مع ثلاثة بالتالي ثمانية ضرب أربعة تساوي خمسة ضرب أربعة مع ثلاثة ضرب أربعة يساوي عشرون مع اثنى عشر يساوي اثنين وثلاثون نمر إلى الجدئة الثاني نلاحظ أنه يمكن استعمال الجدئات أربعة ضرب أربعة وثلاثة ضرب أربعة أي أننا سنقوم بتفتيك العدد سبعة إلى أربعة مع ثلاثة وبالتالي فإن سبعة ضرب أربعة تساوي أربعة ضرب أربعة مع ثلاثة ضرب أربعة يساوي ستة عشر مع اثنى عشر يساوي ثمانية وعشرون بالنسبة لهذا الجدئة يمكننا أيضا استعمال الجدئات خمسة ضرب أربعة واثنين ضرب أربعة ننهي بالجدئة الأخير نلاحظ أنه يمكن استعمال الجدئات أربعة ضرب خمسة وأربعة ضرب أربعة أي أننا سنقوم بتفتيك تسعة إلى خمسة مع أربعة وبالتالي فإن تسعة ضرب أربعة يساوي خمسة ضرب أربعة مع أربعة ضرب أربعة يساوي عشرون مع ستة عشر يساوي ستة وثلاثون أحسنتم ننهي الآن بالتطبيق التالي قال مراد لدي ست مجموعات قصص باللغة العربية وثلاث مجموعات باللغة الفرنسية وبكل مجموعة خمسة قصص كيف يمكن أن نعبر عن العدد الجملي للقصص؟ إليكم مهلة للتفكير أحسنتم يمكن أن نعبر عن العدد الجملي للقصص بالعملية الحسابية التالية ستة ضرب خمسة مع ثلاثة ضرب خمسة يساوي ثلاثون مع خمسة عشر يساوي خمسة وأربعون قصة نواصل مع التمرين قال أحمد وأنا لدي تسع مجموعات قصص بكل مجموعة خمسة قصص ثم أضافت موناء نحن نملك نفس عدد القصص فأنا أيضا لدي خمس مجموعات قصص بكل مجموعة تسعة قصص هل مناع على حق الأمل؟ إليكم مهلة للتفكير أحسنتم الأطفال الثلاثة لهم نفس عدد القصص لأن تسعة ضرب خمسة تساوي خمسة ضرب تسعة تساوي ستة ضرب خمسة مع ثلاثة ضرب خمسة والنتيجة خمسة وأربعون قصة فعملية الضرب تتميز بالخاصية التبديلية والخاصية التوزيعية أحسنتم أنصحكم بتدريب عقولكم وذلك بالقيام بالعديد من التمارين والمشاهدة المستمرة للكابسولات المنجزة بالاشتراك مع إكسفلو داتا إذن لا تترددوا في الاشتراك بقناتنا ومشاهدة العديد من الفيديوهات التعليمية الأخرى بقوا بأنفسكم فبالعمل والمثابرة يولد النجاح أرجو أن تكونوا قد استفدتم من الدرس إلى اللقاء مع المراجعة التالية ترجمة نانسي قنقر